السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعاء مفتاح الفرش الاستغفار مفتاح الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى فلا تقنطوا أبدا ولا تحزنوا وأكثروا من الاستغفار اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يرد عنك دعائي ابتعد عن الذنوب حاول أن تبتعد عن الذنوب مع الاستغفار اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يرد عنك دعائي ويقطع منك رجائي ويطيل في سخاطي عناني إلهي إنك تقبل التوبة من عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين فاقبل توبتي كما وعدت واعفو عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرت ولك يا ربي شرطي أن لا أعود إلى معاصيك وضماني أن لا أرجع إلى الذنوب وعهدي أن أهجر جميع المعاصي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفار عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ذرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تعقبه حسرا ويورث الندم ويحبس الرزق ويرد الدعاء فاغفره لي واعفو عني إنك أنت العفو والغفار اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يا رب اللهم اغفر لي وتغمدني برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فإذا أردت أخي الكريم أن تكون دالا على الخير فانشر هذا الفيديو بين أصدقائك وإخوانك لينتشر العلم وينتشر الهدى بين الناس نأصر الله عز وجل التوفيق لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر